السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة إيقاف التحديث التلقائي في ويندوز 11 وتعطيل تحديثات الويندوز فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل اللي تحتاجون تسوونها تروحون على أيقونة البحث في الويندوز هذه الأيقونة تضغطون عليها وبعد كذا تروحون في البحث تكتبون Surface فرح يظهر معاكم هذا الخيار الأول تضغطون عليه رح تفتح يا شباب معاكم هذا القائمة تضغطون على أي واحد من هذه الخيارات بعد كذا تضغطون حرف ال-W عشان يظهر معانا بشكل مختصر بعدين تدورون على خيار اللي هو ويندوز Update فبعد كذا يا شباب تختارون هذا الخيار اللي هو ويندوز Update تضغطون عليه رح يفتح معاكم بهذه الطريقة من هنا تروحون على هذا الخيار اللي هو Manwell تضغطون عليه وتختارون آخر خيار اللي هو Disable بعد ما تختارون هذا الخيار تضغطون تطبيق وبعدين OK بعد كده يا شباب تروحون على هذا الخيار اللي هو Stop This Surface تضغطون عليه فكده يا شباب بكل سهولة وقفنا التحديثات الخاصة بالويندوز هذا كان شرح اليوم يا شباب إذا حبين تعرفون أكثر على الويندوز أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة